اشتركوا في القناة اسم كامبل بانرمن دعا سبع دول اوروبي ليست من بين هارمانيا دعا سبع دول وقال لهم بالفعل نحن الآن في مرحلة انحدار فيسأل السبع دول يقول بيننا خلافات كبيرة وبيننا تنافس خطير لكن هل تريدون البقاء على القمة أم تريدون بالفعل مواصلة السقوط فإذا بالإجماع يقول لا نريد البقاء على القمة وزعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي كل الوفود كل فرد أخذ بلا شك خريطة الوطن العربي فإذا بيسأل كامبل بانرمن استلمتم الخرائط قالوا نعم وإذا يطلعونها فإذا بيقول هذه المنطقة من الخليج إلى المحيط هي سر قوتنا وسر ضعفنا هذه المنطقة الآن منطقة ضعيفة مهلهلة جاهلة متشرذمة يتقتلون على قطرة ما لكنهم يمتلكون كل مقومات النهضة يمتلكون ما لا نمتلك كلهم إلا بعض الأقليات البسطة كلهم يتبعون دين واحد لغة واحدة بينما في أوروبا عشرات وعشرات المذاهب يقول من يذهب من الكويت إلى نواكشوت ما يحتاج مترجم يتكلموا اللغة واحدة شوفها المساحة الشاسية هذه المنطقة تشرف على أوروبا من الشمال وعلى أفريقيا من الجنوب وعلى شبه القرى الهندية وعلى آسيا هذه المنطقة تحتوي على كل الرو ماتيريالز كما ذكر هناك المواد الخامل اللي يحتاجها الغرب هذه المنطقة تستطيع أن تخنق العالم كله من خلال مضيق هرمز باب المندب قناة السويس مضيق جبل طارق فإذا هذه المنطقة ما لم تظل ضعيفة إن نهضت لأنهم كما قال لا يحتاجون إلا لقيادة صالحة بس قيادة صالحة متى ما حصلوا على القيادة الصالحة ستنهض هذه الأمور لأنهم لديهم كل مقومات النجاح فإذا بالسؤال ماذا نفعل أنا تمناكم أخوان والله إلوحنا ندرس الماد خلناكم تقرؤون كل مقرراتهم خلونا نفهم شي اللي صار ضدنا إذا بهم يصلون كما قلت لكم إلى ثلاثة أمور يقولون يجب زرع جسم غريب يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي ما اسمه إسرائيل الأوراق عندي ما قالوا إسرائيل بالإنجليز وبالعربي لكن ما قالوا قالوا جسم غريب هذا الجسم الغريب لا ثلاث أهداف الهدف الأول أن يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي الثاني أن يكون ولا أهل الغرب الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم أن يجعل المنطقة في حالة لا توازن لأن التوازن ولد الاستقرار والاستقرار ولد النهضة ونحن نريد أن نخلق أجواء تمنع نهضة الأمة إن نهضت فستأتي على حسابنا هذا الكلام في مقررات إذا ما قرأناه هذا خطأ نعنا فإذا بالغرب بالفعل يقرر إنشاء جسم غريب له ثلاثة أهداف يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي يكون ولاءه للغرب ويعطل نهضة الأمة العربية ليه ما قرأناه هل المقررات من عام 1907 يا أحبابي من عام 1907 ما قرأناه المقررات والله الأمر بيدي يقررها على طلابنا في كل المراحل نحن إلى اللحظة هذه ما عرفنا عن هذا المؤتمر بينما الذي عرف عنه اليهود فإذا باليهود بقيادة حايم وايزمن يذهبون إلى بريطانيا أم الخبائث وإلى ألمانيا وإلى كل الدول وأول مدهو طبعا للخلافة التركية لكن مناعهم طبعا الخليفة عبد الحميد السلطان فإذا بهم يقولون قرأنا المقررات إيش رأيكم إحنا نكون الجسم الغريب معاهدكم إن ولاءنا لكم للغرب بس بشر ما تتركوننا كل ما نطلبه منكم أعطونا إياه لنا دور واحد تعطي النهضة الأمة يكفيكم قالوا يكفونا يكفينا ذلك فاللي تراه أنت الآن هذا عقد بينهم أننا نعطل نهضة الأمة نجعل الأمة في حالة لا توازن لأن التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة ونحن لا نريد لهذه النهضة فإسرائيل لا تريد أن تخسر كثير تعالوا أنتم ما نقوم بدوركم فلا يمكن تسمح لأمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أي الدول لي بهزيمة إسرائيل لأن هزيمة إسرائيل يعني هزيمة مشروعهم الذي وضع عام 2019